وأما ابن عباس وويلا لابن عباس ويلا له هذا الخائن هذا هذا أنا أكره جدا بصراحة لأنه أكره الخوانة بصراحة جدا أكره يعني هذا ما يستحي هذا ابن عم أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم أمير المؤمنين قربه أعطاه من علومه كذلك صنع منه شيئا وإلا هو ما إلى قيمة صنع منا شيء أعطاه مسؤوليات وصل إلى مستوى أنه يصير والي كان يناظر الخوارج نيابة عنه كان سفيرا له في بعض الأحيان جعله واليا على البصرة اعتد بنفسه انتفخ فتنكر لأمير المؤمنين عليه السلام وخانه وسرق مال بيت البصرة وذهب به إلى الطائف وكون هناك مرجعية أخرى موازية لمرجعية الإمام الشرعي وبدأ يفت الناس في القملة والنملة وبكيف ما خضى على الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ولما أمير المؤمنين أرسل إليه لماذا سرقت بيت مال البصرة من وقاحته واستحواذ الشيطان عليه جاء يقول لأمير المؤمنين إن لي حقا في المال الذي أخذته أكثر مما أخذت إلى هالدرجة يعني يقول أنا لي حق أنا هذا حقي أنا تعبت أنا اشتغلت أنا سويت أنا كذا أنا هذا حقي أخذ حقي تركت من حقي أكثر مما أخذت ولما أمير المؤمنين عليه السلام يهدده أنه إذا لقيتك لأضربنك مضمون الرواية الشريفة إن لقيتك لأضربنك بسيفي هذا الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار من سفالته ونذالته جاء يجاوب أمير المؤمنين عليه السلام يحاول يوجد شيء على أمير المؤمنين هو طبيعة الخوانة شنو أنه لما يخون يريد أن يرمي بالتباعة على من قد خانه يعني من قام هو بالخيانة تجاهه يحاول يطلع أي شيء عليه حتى له هو نظيف مئة بالمئة وهل هناك أنظف من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طاهر هناك أطهر من أمير المؤمنين لكن سبحان الله الشيطان بعد هذا يقوم يكتب لأمير المؤمنين عليه السلام يقول له أنه إيه أنت تهددني بسيفك وكذا أنت رح شوف شلون سفكت من دماء المسلمين أنت اشتويت بين المسلمين بهالوقاحة طيب مو أنت كنت طوال هذه الحروب مع أمير المؤمنين عليه السلام أنت كنت معه في حرب الجمل وصفين والنهروان الآن ظهرت مبادئك الآن طلع اللي ما كان سابقا ما كان يروق لك أم بعدما تصادمت مع أمير المؤمنين عليه السلام بسبب صلامته لأنه صارم ما يخليك تلعب بكيفك وقف أمام مطامعك الشخصية قم أنت تحاول تطلع عليه اتهامات